أسئلة كثيرة نبحث عن إجابات لها في تغطيتنا الخاصة أهلا بكم ساعات قليلة ويرن جرس الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان والجمهورية لكن الصورة ليست في هذا الوضوح كما هو الحال دائما في العراق نصاب أو لا نصاب انتخاب أو تأجيل أغلبية أو توافقية جملة أسئلة مطروحة أمام جلسة تحتاج إلى ثلثي عدد نواب المجلس للالتئام أو التصويت إذا ما دخل التيار مع الإطار ستمضي الأمور بشكل دقيق إلى تسمية رئيس برلمان في الجلسة الأولى ونائبي وستفضي إلى حل كل الإشكالات أما إذا لا سنضطر إلى أن تبقى جلسة مفتوحة البيوتات السياسية بدت أكثر تقاربا فيما بينها واللقاءات الأخيرة خير دليل على ذلك فالإطار التنسيقي يحاول جمع أكبر عدد ممكن من نقاط الالتقاء مع التيار الصدري سعيا نحو توافقية مأمولة تدفع أغلبية يتمسك بها الصدريون هناك تفاهمات وهناك توافقات على مشروع هذه الحكومة على اعتبار الوضع السياسي الحالي ما يتحمل النمضي بحكومة ومعارضة ما وصلنا إلى هذه الدرجة من النضج الديمقراطي بحيث يتفهم الشارع أن هذه حكومة أغلبية وهناك معارضة تصحيحية إلى البرلمان يتوجه النواب وهم على يقين بأن الجلسة الأولى ستشهد عقبات عدة عقبات يحتاج تذليلها إلى توافقات قد تكون هي الأصعب بشروطها ونتائجها نتائج لن تتوضح إلا باكتمال نصاب جلسة الأولى في البرلمان الخامس من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي حياكم الله وشاهدين الكرام من جديد هذه التطيئة مستمرة ومباشرة نذهب بكم عبر قناة الفلوجة وعدسة الفلوجة من داخل قبة البرلمان علي عبد الكريم مساء الخير على حضرتك علي الجديد لديك آخر الأحداث التي تابعناها هي كلمة السيد محمود المشهداني رئيس السن الدكتور محمود المشهداني عندما يتحدث عن أهمية دور البرلمان الجديد لديك الآن علي نعم زميل يعني يبدو أن المشادات الكلامية خرجت حتى عن القاعة الكبرى حيث نحن الآن في الدائرة الإعلامية ونسمع المشادات الكلامية والصوت العالي بين النواب حيث كما تشاهد هنا الزملاء خلفي وحاولون معرفة ما الذي يحدث هنا داخل هذه القاعة حيث الكافترية مباشرة هنا بعد المشادة الكلامية الكبيرة بين الإطار التنسيقي وأيضا التيار بعد الحديث عن الكتلة الأكبر وتقديم سيد أحمد الأسد 88 نائب للاعتمادهم ككتلة أكبر بعدها الآن تحولت الجلسة إلى تداولية بعد خروج عدد كبير من النواب هذا ما حدث مؤخرا الجلسة الآن تحولت إلى تداولية وأيضا المشادات الكلامية لازالت متواصلة إلى غاية اللحظة تم كسر النصاب يعني اللي أفهمه من حضرتك علي عفوا هل تم كسر النصاب؟ هل ستبقى الجلسة مفتوحة؟ الأرجحية لماذا تشير حتى هذه اللحظة؟ ستبقى جلسة مفتوحة وتداولية إلى غاية الآن بعد هذه المشادات الكلامية البعض يتحدث أيضا يعني حتى عن ضرب بالأيدي عن المشادات كلامية ربما وصلت إلى هذا النوع يعني المجلس توقف الآن وأيضا يعني الكثير من النواب خرجوا من جلسة عدد النواب إذا تقدر تعطينا علي عدد النواب اللي خرجوا من الجلسة وينتمون لأي كثير تحديدا إطار خيار أم ماذا؟ إلى غاية الآن يعني لا يوجد رقم رسمي الذين خرجوا من الجلسة لكن عدد كبير من النواب خرجوا من الجلسة يعني نحن الآن ربما يكون صوت بعيد عليك لا يمكن سماعة لكن الآن نحن نسمع مشادات كلامية جلسة أيضا تم رفعها للتداول طيب علي فيما يخص الأنباء اللي وردت مؤخرا تتحدث بأنه الإطار التنسيقي يقدم ورقك كتلة أكبر من 88 نائب النصف زائد واحد شيعيا تحديدا حقيقة هذا الكلام إذا عندك معلومات؟ نعم صاح هذا ما تم إعلانه من قبل نواب الإطار التنسيقي بعدها حدثت هذه الفوضى بين الإطار وأيضا بين التيار كانت بالبداية داخل القاعة ثم خرجت إلى خارج القاعة الآن المشادات هي في الكافترية التي موجودة في البرلمان ربما تعاود الجلسة وأيضا ربما قد لا تستمر قد تؤجل إلى يوم آخر ترقى مفتوح رح يتم تأذية اليمين الدستورية في هذه الجلسة ممكن؟ اليمين الدستوري تم إعلانه كما اليمين الدستوري ما تم الخلاف عليه هو موضوع الكتلة الأكبر واختيار رئيس للبرلمان ونائبيها أيضا يعني موضوع الرئاسي ربما يكون محسوم لسيد محمد الحلبوسي لكن المشكلة تكمل في النائب الأول الذي تم التصويت عليه الذي هو سيد حاكم الزاملي المشكلة والخلافات كانت على هذا الموضوع منذ الساعات الأولى وأيضا بعد دخول النواب إلى الجلسة كان هناك عدم رضا من قبل قادرة الإطار التنسيقي وأعضاء الإطار على سيد حاكم الزاملي فالمشكلة هي تكمل على موضوع النائب الأول ثم بعدها تطور الموضوع بعد الإعلان عن الكتلة الأكبر للإطار التنسيقي اللي هي 88 نائب كما وصلت إلينا الأخبار طيب شنو مشكلة الكتلة الأكبر تحديدا؟ المشكلة بين من ومن؟ تبقى محصورة بين الإطار والتيار؟ أم امتدت إلى كتلة أخرى؟ المشكلة تبقى محصورة بين الإطار والتيار خاصة في البيت الشيعي هذه المشكلة هي ممتدة منذ أكثر من يوم من أيام طويلة قبل جلسة بساعات وبدقائق قليلة كان هناك وساطات من قبل أكثر من جهة من أجل أن يتم حل هذا الموضوع لكن لم يكن هناك أي شيء ممكن رغم دخول أكثر من واسطة من قبل البيت السني وأيضا الكردي لحل هذه المشكلة لكن لم تحل وربما إنها تفاقمت خاصة بعد هذه المشكلة التي حدثت داخل القاعة الكبيرة أيضا البعض يتحدث عن انسحاب رئيس السن سيد محمود المشهداني من الجلسة بعد تعرض لوعكة صحية تعرض لوعكة صحية أم بعض الكتلة تتحدث بأنه كتلة قامت بالاعتداء على رئيس السن أو عفوا نعضاء من كتلة معينة يعني الأخبار التي تصل إلينا والتي وردت إلينا أن هناك تعرض لوعكة صحية وأيضا بعض النواب يتحدثون عن ضرب رئيس المجلس لكن إلى غاية الآن لا يوجد أي شيء مدلول أو بأدلة أو شيء رسمي ممكن أن نعتمد عليه نحن إلى غاية الآن محصورين داخل الدائرة الإعلامية لا يمكننا الخروج والوصول ومعرفة ما الذي يحدث لكن ونحن هنا نسمع المشاهدات الكلامية وأيضا المشاكل حتى موضوع الوعكة الصحية لرئيس السن البعض يعني من النواب خاصة من قادة التيار الصدري وغيرهم من كان يريد أن تمضي هذه الجلسة يتحدث أنها قد تكون مناورات من أجل كسب الوقت وقد يكون شيء متفق عليه يعني التشكيكات بدأت مباشرة بعد هذه الحادثة أكثر من الرواية وصلتنا إلى غاية الآن يعني الفيديوهات اللي بدأت تنتشر بأنه هناك تشابك بالأيدي من داخل مو فقط في الكفترية ولكن من داخل قاعدة دستورية إذا عندك معلومات حول هذا الموضوع حقيقته وهذا ما وصل وهذا ما وصل إلينا أيضا تحدثوا عن مشادات بالأيدي نعم هذا ما وصل إلينا أيضا وإلى غاية الآن لا تزال الأخبار مستمرة بشأن هذا الموضوع سيارة الأسعاف الآن وصلت إلى البرلمان لنقل سيد المشداني إلى مستشفى ابن سيناء المتواجدة داخل هذا حدث خطير جدا يعني تم تأكيد انسحاب رئيس السن بعد تعرضه لوعكة صحية علي نعم نعم تم الانسحاب رسميا بعد وصول سيارة الأسعاف من أجل النقل إلى مستشفى ابن سيناء المتواجدة هنا داخل المنطقة الخضراء ربما يعني سيناريو يعني يكون مفاجئ للذين كانوا يريدون أن تمضي هذه الجلسة عاجلا يعني هذا سيناريو يعني ربما يمهد لسيناريوهات أكبر خلال الأيام القادمة خاصة أنه البعض يتحدث أنه هذا ممكن أن يؤثر على الدستور وعلى القوانين والمدد الدستورية أيضا طيب علي إذا تقدر تتأكد أنه فقط من موضوع رئيس السن يعني انسحب إثر وعكة صحية تم الاعتداء عليه هذا يعني هذه النقطة مفصلية ومهمة جدا فيما يخص هذا الموضوع يعني إلى غيرت الآن لم يتم تأكيد وعكة صحية من الاعتداء عليها رئيس السن يعني يبدو أن الوضع من خلفك وغير مستقر هناك فضع عارمة لنسمع الصوت واضح يمنى أيضا الوضع جدا غير مستقر هنا خاصة يعني المشادات الكلامية كما تحدثت قبل قليل بعد انتهاء بعد خروجهم من القاعة الدستورية انتقلت المشادات الكلامية إلى خارج القاعة يعني خاصة أنه أعضاء الكتلة الصدرية لازالت هتافاتهم أيضا مستمرة البعض يتحدث ربما يتم الآن يؤكدون لي الزملاء هنا الاعتداء على السيد محمود المشهداني فعلا يبدو أنه تم الاعتداء عليه من قبل بعض المصادر الآن تؤكد أنه تم الاعتداء على السيد محمود المشهداني إذن هذا الخبر العاجل والمهم من داخل قبة البرلمان انسحاب رئيس السن بعد تعرضه أو بعد الاعتداء عليه من عدد من النواب داخل قبة البرلمان مصير هذه الجلسة شنو علي حتى هذه اللحظة تم رفع الجلسة بقاها مفتوحة بعد انسحاب الرئيس ماذا حدث الجلسة هي تداولية تم تحويلها إلى تداولية طيب يعني ربما قد تؤجل جلسة إلى يوم آخر خاصة بعد الذي حدث لسيد محمود المشهداني وتم نقله إلى المستشفى نظرا لعمره وأيضا الكثير من الأمور فبالتالي ستؤجل هذه الجلسة على ما يبدو إلى يوم آخر وبانتظار ما استؤول إليه الأمور نحن متواجدين هنا في الدائرة الإعلامية بانتظار ما الذي ستسفر عنه أيضا الدقائق القادمة نحن وإياكم أيضا نتابع ما الذي يجري البعض يعني يتحدث أنه أحد النواب ضرب رئيس السن محمود المشهداني بالعوشية كمان نسميها نحن على رأس مما أدى إلى هذا الموضوع خليت تتحدث عني نحن تتحدث عني نحن تتحدث عني وأيضا الإطار التنسيقي صوتك على الهواء استمر والصورة رح تظهر الآن وصلتنا عبر مصادر خاصة لقناة الفلوجة الصور من داخل قبة البرلمان مشاهدين الكرام متابعوا وإياكم احتبعنا وإياكم مشاهدين هذه لقطات الحصرية عرضناها على حضاراتكم من داخل قبة البرلمان تظهر جليا وواضحا الفوضى الموجودة تحت قبة البرلمان الاعتداء الذي أكده مراسلنا علي عبد الكريم من داخل قبة البرلمان على رئيس السلم حمود مشهداني وعلى أثر ذلك انسحب من إدارة الجلسة وحسب المعلومات الأخيرة بأن وصلت الإسعاف لنقله إلى المستشفى يبدو أنه حالة صحية خطرة بعد هذا الاعتداء علي تفضل كلمة إليك هسا الجلسة بعدها قائمة كنت تتحدث عن هذه النقطة يعني الجلسة إلى غاية الآن يعني الحديث الذي داره مؤخرا أنه تحولت إلى تداولية لكن يعني بانتظار البعض يتحدث أنه هل ممكن أن يعود السيد محمود المشهداني بعد أن تستقر حالته الصحية ممكن انتظاره إلى ساعة أو أكثر أو ممكن أن تؤجل أيضا اهمني جدا علي طريقة الاعتداء كيف تمت على الحالة الصحية الجهات التي اعتدت على رئيس السلم يعني أحد أعضاء الإطار أحد أعضاء التيار الصدري تم اعتدى على سيد محمود المشهداني بالعوشية على رأسه مما أدى إلى وقوعه وبالتالي تم نقله إلى المستشفى هذه هي الرواية التي وصلتنا الآن يعني لا نعرف يعني هذا الفيديو آخر خلينا نشاهد علي صحيحة 100 في 100 هذا الفيديو آخر وصلنا الآن مشاهدين الكرام لعملية الاعتداء على رئيس السن من قبل أحد أعضاء البرلمان من داخل قبة البرلمان وبعد انطلاق الجلسة الأولى مثل ما شاهدنا هذه أجواء هذه الجلسة الجلسة الأولى الجلسة المصيرية اللي انتظرها الشعب صار لأيام المفروضة أن تعقد بعد اتفاقات طالت لأكثر من شهرين بين الكتل السياسية من أجل التوصل إلى صيغة نهائية والذهاب إلى هذه الجلسة والمضي بهذه العملية السياسية اختيار رئيس للمجلس والحديث عن الكتلة الأكبر الفيديوات التي تصننا تباعا من مصادرنا الخاصة مشاهدين الكرام هذا الفيديو نتابعوا وإياكم من داخل قبة البرلمان تحديدا من داخل قاعة دستورية أثناء عملية الاعتداء على رئيس البرلمان وأيضا اعتلاء بعض النواب إلى المنصة منصة القاعة الدستورية دعونا نتابع هذه اللقطات الحصرية تباعوا وضعوا 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 و اشتركوا في القناة رئيس السن في هذه الجلسة الاولى وهذه الجلسة المصيرية يعني حقيقة المنظر شاهدناه جميعا منظر مؤلم مفروض هذه الجلسة تمر بسلاسة جلسة اولى لهذه الدورة المهمة لكن شفنا ان هناك اعتداء واضح من قبل البرلمان من قبل احد اعضاء البرلمان او مجموعة من الاعضاء في البرلمان على رئيس السن الان الصورة او الفيديوهات ايضا داتصنة اتباع مشاهدين الكرام راح نتابعها واياكم علي اذا عندك معلومات فيما يخص نقل المشهدان الى مستشفى بن سينة لكن قبل ذلك خلونا نشاهد هذا الفيديو الواضح المشهدان يحمل على الاكتاف من اجل نقله او من اجل ايصاله الى سيارة الاسعاف ونقله الى المستشفى بعد التعرض عليه من قبل اعضاء في البرلمان هذا الفيديو مشاهدين الان وهذه الصور الحصرية لوصلت الى غرفة اخبار قناة الفلوجة توضح نقل رئيس السن الدكتور محمود المشهداني محمولا على الاكتاف بعد عملية الاعتداء عليه من قبل مجموعة من النواب بعد اعتلاهم على المنصة اثناء القاءة لكلمة من اعرف الاسباب الحقيقية اللي ادت لهذه الحادثة حقيقية حادثة اليمة وغير متوقعة في هذه الجلسة بما انه جلسة اولى ان يحدث مثل هكذا امر يتم الاعتداء بالضرب على رئيس السن وهو بالتالي رئيس مؤقت يعني يدير هذه الجلسة لحين الوصول الى يعني التسويت على رئيس جديد لكن يبدو ان هذا السيناريو هو معد مسبقا مثل ما ذكر علي قبل قليل هذا السيناريو معد له من اجل عدم المضي بهذه الجلسة راح نتابع التفاصيل اولا باول مشاهدين الكرام اذا علي ويانا بعد اكو ادنى فيديوهات اخرى راح نعرضها على حضراتكم بعد قليل اذا تأكدنا علي نقل المشهدان الى مستشفى بن سين احنا شاهدنا قبل قليل هذه اللقطات والفيديو اثناء نقلة داخل محمولة على الكتاب داخل قبة البرلمان الى سيارة الاسعاف نعم يعني كما شاهدت البعض يتحدث انه تم نقلة الى المستشفى حالة الصحية مستقرة الان لا يوجد هناك اي خطورة ايضا بعض النواب يطالبون بالضرورة ان يكون هناك بديل ربما الاكبر سنا بعد محمود المشهداني هو الذي يقود الجلسة ان يسمح دستور بذلك ايضا يعني مصدر موثوق وسياسي تحدث انه نواب يتحدث عن هذه الحادثة انه نواب من الكتلة الصدرية اعتدوا على المشهداني بعد اعلان تأجيل الجلسة بسبب طلب الاطار التنسيقي وتسجيل نفسها ككتلة اكبر بـ 88 نائب ما استفز نواب الكتلة الصدرية ودفعتهم لمهاجمة المشهداني الوضع تأزم جدا داخل المجلس ويبدو ان الجلسة ستؤجل الآن الجلسة تحولت الى تداولية في الوقت الحالة الصحية لشيد المشهداني الانباء اللي وصلتنا بانه عامر الفائز اعتقد هو اللي راح يقود هذه الجلسة بدلا من المشهداني لكن قبلها خلينا نتابع هذا الفيديو مشاهدين ايضا فيديو الآن وصلنا من داخل قبة البرلمان هذه الصور الحصري نتابعها واياكم اتابعوا مشاهدين هذه اللقطات الحصرية من داخل قبة البرلمان صورة واضحة هناك فوضة عالمة فوضة كبيرة داخل قبة البرلمان وعملية الاعتداء ايضا على رئيس السمي دكتور محمود المشهداني وعلى اثر هذا الاعتداء تم نقله الى المستشفى اعود لك علي يعني الرواية المهمة اريد تعيدها مرة ثانية حتى تكون اوضح وتصل المعلومة بشكل اوضح للمشاهد لانه انت حضل تقرياتها ومرت عليها سريعا سبب الاعتداء انه حسب ما فهمت منك انه بعد ان قدم الاطار التنسيقي 88 نائب كتلة اكبر تم الاعتداء على محمود المشهداني نعم يعني مصدر اذا تعيد لي المعلومة اي وضع التوق تحدث لنا انه نائب نائب من الكتلة الصدرية اتدى على المشهداني بعد اعلان تأجيل الجلسة بسبب طلب الاطار التنسيقي وتسجيل نفسه ككتلة اكبر ب88 نائب ما استفز نواب الكتلة الصدرية ودفعهم لمهاجمة المشهداني وهذا ما تحدث به سيد احمد الاسدي انهم ب88 نائب سيعلنون نفسهم الكتلة الاكبر كاطار تنسيقي بالتالي هذا استفاجة التيار الصدري خاصة في ظل وجود توافق بينهم وبين تحالفين عزيزة هذه الصور ارجع لك ارجع لك علي لا تبقوا ايانا علي ارجع لك بس نتابع هذه الصور وصلتنا الان وهذه الفيديوهات وصلتنا الان من داخل قبة البرلمان تابعوا اياكم احسن اشتركوا في القناة 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 ثاني بعد تعرضه لهذا الحادث المؤسف بالتأكيد نتمنى له السلامة يعني بدأت تشكيك بهذا الموضوع من الذي يليه وقد تكون هناك اتفاق النواب بدأوا يتحدثون عن ذلك بالتالي الاجتماعات لازالت مستمرة بين الكتل بين عدد من الأعضاء هنا داخل البرلمان وأيضا البعض منهم خرج الحديث يدور أنه ستكون هناك لقاءات خارجية خارج البرلمان في حال يكون هناك توافق النواب سيعودون مرة أخرى إلى مبنى البرلمان في حال لا يوجد هناك أي توافق يعني إذا تأكدنا علي معلومة مهمة جدا جدا تهمنا بأنه السبب نقل الدكتور محمود المشهداني إلى المستشفى هو عملية اعتداء فعلية وهو أثر تدافع بين النواب يعني ما شفنا في اللقطة أنه تم الاعتداء أو ضربة مباشر من خلال الفيديوهات اللي وصلتنا فإذا كنت تأكد على هذه النقطة السبب نقل إلى المستشفى هو تدافع بين النواب بعد إعلان الإطار التنسيقي بأن الكتلة الأكبر لو التعرض للضرب بشكل عمد ومباشر يعني اليوم الروايات اختلفت أكثر من رواية نعم تحدثوا عنها لكن الرواية الأقرب هي موضوع ضربة بالعوشية على رئيسها ربما يكون هذا هو الأصاح ضاف إلى البعض يتحدث عن وعك الصحية بسبب المشاكل التي حدثت وبسبب التدافع أيضا بعد نيته عن الإعلان الكتلة الأكبر للإطار التنسيقي البعض يتحدث عن اتفاق مسبق على هذا الموضوع بين الإطار وبين سيد محمود المشداني مباشرة بدأت تشكيك بعد هذه الحادثة من أكثر من مصدر يعني أيضا حاليا بعض الكتل تأسف لما حدث الديمقراطي الكردستاني يتحدث نأسف لما حصل من اعتداء سافر على رئيس السن وسنتعامل مع ممكن الكتلة الأكبر التي ستكون التي نشاهدها أيضا خلال الجلسة القادمة وما الذي سيحدث ربما ستتغير الكثير من المعطيات بعدهم هذه الحادثة بعض أعضاء التيار الصدرية تحدثون أنه كانت هناك محاولة التفاف وخديعة عليهم بعض هذه الحادثة محاولين الاستغلال يعني استغلال هذا الموضوع بالاتفاق مع أكثر من طرف خاصة أنه يتحدثون أنه كانت هناك محاولات للتوافق وتشكيل حكومة توافقية بالتالي الشيناريوهات تعدد الروايات أيضا تحدثت علي خلينا شاهد هذا الفيديو اللي وصلنا الآن مشاهدين الكرام مثل من شاهد هذه اللقطات عملية تدافع بين النواب خروج عدد من النواب من الإطار وحتى من التيار إلى المنصة إذن هذه اللقطات تصلنا إلى مع مشاهدين الكرام حول هذه الجلسة حقيقة كانت جلسة صادمة وفاجأت الجميع لما فيها من أحداث غير متوقعة أصلا يعني من المفترض أنه الآن في هذه الدقائق تشهد هذه الجلسة التصويت على رئيس البرلمان الجديد ونوابه لكن شاهدنا عكس ذلك بأنه تم الاعتداء على رئيس السن دكتور محمود المشهداني هناك تظارف فيها روايات حول هذا الاعتداء إذا كان الاعتداء فعليا حدث بالضرب المباشر والمتعمد من قبل أحد النواب أم هذا الاعتداء وتم نقل الدكتور بسبب التدافع الذي حصل بين نواب الإطار والتيار بعد نعلن الإطار التنسيقي بأنه الكتلة الأكبر أم هو أصلا سيناريو مسبق مثل ما ذكر مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم لرفع هذه الجلسة يعني كل سيناريوات مطروحة ممكن نناقشها في هذه التغطية أعود لك علي إذا كان لديك جديد معلومات من سيقود الجلسة بعد انصحاب الدكتور محمود المشهداني هل بقيت هذه الجلسة حتى هذه اللحظة تداولية ما الذي يحدث داخل أرويقة البرلمان إذا عندك معلومات داخل القاعدة السورية تحدث يعني القاعدة السورية الآن هي فارغة تماما كل النواب خرجوا من القاعدة السورية إلى مقراتهم يعني كما تعلم أنه داخل البرلمان كل كتلة لديها غرف ممكن أن تتواجد فيها قبل بدء الجلسة الكثير منهم ذهب إلى هذه الغرف آخرين خرجوا من البرلمان ربما كما تحدثت قبل قليل أن تكون هناك استماعات أيضا خارج المجلس ننتظر أيضا إضاحات ربما بعد قليل سيكون لنا ضيوف من النواب الآن نحاول التنسيق معها أكثر من نائب ليحدثنا عن ما حدث قبل قليل نتبلّى ذلك داخل هذه القاعدة داخل القاعدة الدستورية يعني مسألة دقائق وسيكون معنا أحد نتبلّى بعض النواب إلى غاية الآن سيد محمد العنوز أو عامر الفائز هو من يلي المشهداني بالسن وقد يترأس الجلسة خلال ساعات القادمة وربما تؤجل أيضا إلى يوم غاد هذا الموضوع أكثر من شخص أنه أكثر من كتلة أنه تأسفت لما حدث ويتحدثون أنه كان من الممكن أن يتم التعامل بصورة أفضل من هذه لكن أعضاء التيار الصدري يتحدثون أنه كانت هناك محاولة للالتفاف وأن ما حدث قد يكون هو سيناريو معد مسبقا من أجل فشل هذه الجلسة وعدم تمرير السيد الحلبوسي وإعلان التيار الصدري ككتلة أكبر بالتالي الموضوع قد يكون تأزم أكثر في حال أنه كل ما مر الوقت أكثر كلما سيتأزم الموضوع أكثر ستتأزم الجلسة أكثر يعني الآن يريدني أيضا حديث من الجملاء هنا أيضا يعني الرؤساء المرشحين بدلا عن السيد محمود المشهداني تذروا عن أنه هما يكونون هما الذين يقودون الجلسة تجنبا للمشاكل وقد يكون خوف أيضا حادثة غريبة يعني الآن كما وصلنا محمد الأنوز وعامر الفائز هذا الخبر العاجل هذا الخبر المهم النواب الاحتياط لرئيس السن يعتذرون عن يعتذرون عن إدارة الجسة بدلا عن دكتور محمود المشهداني علي إمكانية عودة الدكتور محمود المشهداني سيد محمود المشهداني بعض المصادر تتحدث أنه حالته الصحية قد تكون الآن مستقرة لكن سيصعب عليه إدارة الجلسة اليوم ربما عمره الكبير يعني يحتاج إلى رائحة اليوم وربما غدا أيضا من أجل بعدها ربما قد يستطيع أن يداول هذه الجلسة أو أن يترأس هذه الجلسة بالتالي يعني أكثر من سيناريو قد يكون متوقع خلال الساعات القليلة إذا تأكدنا الخبر اللي وصلنا الآن علي النائب خالد الدراجي عن تحالف العزم حسب ما وصلنا ما متأكدين سيعتلي المنصة رئيسة للسن بعد الوعكة التي تعرض لها الدكتور محمود المشهداني إذن حسب الأنباء الأولية غير المؤكدة اللي وصلتنا الآن النائب خالد الدراجي عن تحالف العزم سيعتلي المنصة رئيسة للسن بعد الوعكة التي تعرض لها دكتور محمود المشهداني تفضل علي حسن يعني إلى غاية الآن يعني لا يوجد أي شيء رسمي لكن الذي وصل إلينا الآن من مستشفى بن سينة استقرار الحالة الصحية لرئيس السن محمود المشهداني مصدر رسمي أو طبيب من داخل المستشفى أكد لنا هذا الموضوع أن الحالة الصحية لسيد محمود المشهداني هي مستقرة الآن الآن نحاول يعني التحدث مع السودة النائبة هنا تحدثنا أكثر ما الذي حدث ست تفضل يمن ستفضل يمن ستفضل يمن السلام عليكم ست ممكن تحدثينا شونه اللي صار شونه وقعت سيد محمود المشهداني شونه حاليا باللايف ستفضل شكرا لك ستحدثنا عن ما حدثنا اليوم سيد محمود المشهداني ستفضل كنا ماذا تترجم بالكردية؟ لا أعرف لا تترجم بالفلوجة؟ لا نترجم نحن نترجم بشكل مباشر سيد محمود المشهدان بعد تحدث ان تم ضربة بالعوشية بعدها وقع لا كان هناك فوضة بالاجتماع هاي الفوضة انتم تدرون الوضع صحي للمحمود المشهداني مو زين هسا احنا ننتظر حتى يكمل الجلسة يعني ما تم الاعتداء علي؟ والله ما اقدر ما شاهد بالعيني بعض تحدث انه اعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر للاطار التنسيقي وبعدها حدثت الفوضة من قبل اعضاء التيار الصدق كان هناك فوضة لكن احنا ككتلة الكردوسانية بعد الفوضة خرجنا من الجلسة ايه ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الشاعات القادمة؟ والله نشوف ممكن تتعجل الجلسة الى يوم ثاني احنا هسا بالبناء البرلمان وبعد ما نقدر نقول اي شيء مرض نظر فعدكم موقف معين اذ عددنا ويمكن تتعجل عندهم انك signals según تم اياً او حين ما عندنا اتفاقيات ما ادري اكو اتفاقيات ولا لا عدنا الكتلة ولكن احنا خرجنا ونشوف الوقت اليوم دخلتو اليوم إدخلتو الى القاعة الدستورية اكيد عددكم اتفاقات على بعض النقاط مستحيل إنه دخلتو بدون اي اتفاقيات ولا ما عدنا اتفاق غالي احنا عدنا كتلة الكتلة هو اللي اتفاق من سيقود الجلسة القادمة؟ ما اقدر ما اقدر شكرا جزيلا اذا اي والله علي اذا شفنا اي نواب اخرين نعم يعني الشتة هنا يبدو انه تتحذر الكثير تتحدث عن كل ما لديها نحاول نشوف احد النواب الاخرين اذا ممكن يحدثنا عن الحادثة اللي صارت ايضا نحاول نشوف اخر الاخبار ايضا يعني اترد الينا انه اخر شيء وصلنا انه سيد محمود المشهداني حالته الصحية مستقرة وممكن يعني ان يعود خلال ساعة او اكثر ويقود هذه الجلسة يعني نوكد ايضا على موضوع انه عامر الفائز وخالد الدراجي يعتذران عن تسلم رئاسة السن بعد السيد المشهداني بالتالي الاجتماعات ايضا لا تزال مستمرة الى غاية الان لمحاولة الوصول الى حل لهذه المشكلة او لهذه الازمة بالتالي اي تأخير اخر ربما يكون هناك عبور على التوقيتات الدستورية الانباء الى غاية الان متضاربة بشيء ما حصل للسيد المشهداني لكن الكثير اكثر بالنائب اكد انه فعلا تم الاعتداء عليه وتم ضربه يعني هذا الذي يدور الان داخل قبة البرلمان نحاول الحصول على حتى هذه اللحظة ماكو احد من الاعضاء داخل القاعة الدستورية لغاية اللحظة لا يوجد اي احد داخل القاعة الدستورية الكل خرج من القاعة الدستورية البعض خرج الى خارج البناية اصلا والاخرين ذهبوا الى كتلهم وغرفهم هنا داخل البرلمان بانتظار ما ستقول اليه الامور ربما يعود سيد محمود المشهداني او يترأس شخص اخر الجلسة المضي باعلان وايضا تسمية رئيس المجلس يعني يبدو ان هناك اصرار واضح من قبل بعض الكتل السياسية بان هذه الجلسة تم بان هذه الجلسة تمضي ويتم التصويت فعليا على رئيس المجلس ونائبي بكل تأكيد اكثر من كتلة تتحدث انه ضرورة ان تمضي هذا اليوم هذه الجلسة وان يتم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه بالتالي عدم تسمية رئيس البرلمان اليوم ربما سيفاقم الازمة اكثر ستكون هناك مشاكل تخرج اكثر بالتالي اليوم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه بعدها قد يكون الحديث عن الكتلة الاكبر ورعاست الوزراء والجمهورية يعني هذه كلها هي عقد خاصة للكتلة السياسية وايضا للعراقيين اليوم منذ صباح الباكر الكثير من العراقيين كانوا يترقبون هذه الجلسة وكانوا يأملون ان تكون نتائجها اكثر اكثر تفاؤل اكثر وضوح لكن سرعان مع الكثير من العراقيين انه شعروا باليأس بعد تأخر جلسة ساعة واحدة الكثير منهم تحدث يعني انه من البداية مثل ما نقول احنا بالعامية من البداية ما كان هناك التزام بالتوقيت شنون راح تتمضي لامور يعني اليوم من البداية كان مفروض الساعة داعش بعدين تحولت الى الساعة الواحدة بعدها الى ثالثة وبعدها تقريبا عند الساعة الرابعة تم عقد الجلسة وبعدها حدثت هذه المشادات الكلامية وايضا التشابك بالايدي بالتالي ننتظر ما الذي ستقول اليه وما الذي سيحدث في هذا الوقت القريب الماضي الواضح بأنه يكون اكثر من توجه داخل قبة البرلمان هناك من يريد الذهاب الى المضي بهذه الجلسة عقدها وإتمام عملية التصويت على رئيس المجلس وهناك من يريد فعليا تكون هذه الجلسة مفتوحة تنتهي هذه الجلسة اليوم تبقى مفتوحة لم يتم التصويت على رئيس المجلس ولا على النواب وهذا ايضا قدم بطلب مشاهدين الكرام من الاطار التنسيقي بتأجيل اختيار الرئاسات الثلاث لحين التوافق بين القوى الشيعية علي عبد الكريم اذا عندك احد من حولك من النواب اذا تقدر تحصل لنا من اجل انه يطلعنا اكثر على الاحداث اللي دارت دخل قبة البرلمان وعملية الاعتداء على رئيس السنة دكتور أحمد السداني الحديث مع احد النواب الان ممكن جمال كوجر ينضم منه خلال الدقائق القادمة بعد ان يكمل اللقاء مع احد القنوات الفضائية وايضا يحدثنا اكثر ما الذي حدث بالتأكيد كما تحدثت قبل قليل انه الكتلة السياسية رأها مختلفة حسب المصالح اليوم البعض مصلحاته تقتضي ان تمضي هذه الجلسة وان يتم تسمية رئاسة البرلمان وغيرهم من الامور وتشكيل الكتلة الاكبر بالتأكيد ليس من مصلحتهم ان تمضي وان تشكل الكتلة الاكبر بالتالي يدفع بشيء عدم حصول هذه الجلسة وعدم اكتمالها على المستوى الشعبي في الشارع العراقي ايضا الكثير من المواطنين ينتظرون نتائج حقيقية وانتظرون تمثيل حقيقي في البرلمان هذا ربما يختلف عن البرلمانات السابقة لكن سوعان ما شعروا باليأس بعد الذي حدث وانحن والان يعني بانتظار ان ينظم لنا احد النواب ليحدثنا اكثر عن الذي حصل سنكون معك علي بعد ان ينظم لنا سيد جمال كوجر طيب راح ارجع لك علي بكل تأكيد خليك ويانا واكيد راجعي لك بعد شوية حتى نطلع اكثر مشاهدين الكرام على عملية الاعتداء انتقل الى ضيوف هذه التغطية دكتور معتز النجم استاذ العلوم السياسية مساء الخير على حضرتك دكتور معتز حقيقة احداث مفاجئة للجميع احداث صادمة تفاجأنا بها جميعا لم تكن متوقعة اصلا كان الحديث ينصب تحديدا عن عملية المضي بهذه الجلسة والتصويت على رئيس البرلمان الجديد ونائبي هناك مطالبات من الاطار التنسيقي لكن خرج موضوع الاعتداء على رئيس السن من العدم اعتبره وانسحب من هذه الجلسة الان الانباط تحدث بانه بودلاء الدكتور محمود المشهداني يعتذرون تحديدا عن ادارة هذه الجلسة كون انسحب والان في المستشفى ومستشفى بن سينة يعتذرون الاسباب ايضا منعرف شنو اللي جعلهم يعتذرون عن ادارة الجلسة ربما ايضا خوفا من عملية اعتداء ثانية دكتور معتز شون تابعت كل هذه الاحداث حقيقة غريبة المؤلمة اللي ما عرف شو الصفة التوصيف يمك اسف جدا استاذ علي مساء الخير كان هناك تداخل بسبب الاوضاع يعني تعرف انت للأسف احنا ممكن ان نشرح شر البليو ما يضحك يعني كيف ان نستطيع ان نعول على برلمان يستطيع ان ينقذ هذا البلد اللي ابتلى بهذه النماذج وهذه السلوكيات باعتبار ان اليوم العراقي يعني ازمات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية واشكاليات تعد ولا تحصى وان نستطيع ان تسيس هذا الامور او يكون هناك سيناريوات حول ضرب رئيس البرلمان الكبر سنة او توقيف الجلسة دستوريا لا يمكن ان تؤجل الجلسة سواء يومين فقط باعتبار يوم 27 هو التصديق مادة 54 دستور تقول رئيس الجمهورية يكلف البرلمان بعقدة جلسة لمدة 15 يوميا يعني مجزمة ما احنا امامنا الى يوم 11 او يوم 12 هذا فقط دستوريا ولكن للأسف ليس لدينا حامل الدستور حقيقي يستطيع ان يردع من يخالف او يطلق عن اطار الدستور نعم رئيس الجمهورية وحامل ولكن ليس لديك صراحات حقيقية او ادوات ردع حقيقية نستطيع بها ان نعول حول عدم الخروج بالمخالف الدستوري للأسف يعني هنا اليوم امام هذا المنظر وهذه المشاهد الحصيلة لقناة الفلوجة لا نستطيع ان نحلل لا نستطيع فقط نستطيع ان نلطم ونبكي ونضحك على مأساة والله مأساة هي يا دكتور يعني لا استطيع اليوم مأساة فعلية المشكلة يا دكتور اذا تسمح لي المشكلة اكو تعارض يعني ما اكو فدنباء واضحة او مؤكد ان نقدر نسمي حول هذه العملية عملية الاعتداء ما اعرف اذا تبقى وي انا تحملنا دكتور ها راح تستمر ويانا دكتور الساعة السادسة ارجع لك لكن حتى ايضا تطلع مشاهدين الكرام على الاحداث اللي دارت في هذه الجلسة الاحداث الغريبة مثل ما وصفتها دكتور مع مراسلنا من هناك مع احد اعضاء البرلمان الجدد علي اليك الكلمة تفضل علي عبد الكريم اذا تسمعني علي تسمعني اذا انتعجوا الان اذا الصوت واصلك نعم علي تفضل يعني الان رئيس السنة سيد خالد الدراجي يترأس الجلسة هذا ما ورد الينا الان رسميا من قبل الدارة الاعلامية لمجلس النواب انه سيد خالد الدراجي يترأس الجلسة ايضا يعني سيد كمال كوجر سينضم لنا بعد قليل ويحدثنا عن تفاصيل اكثر ما الذي حدث قبل قليل ايضا يعني المواقف تتوالى بشأن الذي حدث قبل قليل ايضا السيد احمد الاسدي لا زال مصر على انه الاطار التنسيق هو الكتلة الاكثر عددا النواب ربما سيدخلون ايضا عن ذلك النواب سيدخلون الى الجلسة بعد قليل والان يعني قد نسمع ايضا الجرس يعود مرة ثانية هسه سعد رئيس السن الثالث هو السيد هو رئيس السن الثالث سيقود جلسة سيد خالد الدراجي الان هو اي رئيسي السن الام بدأ بهذه الجلسة علي النائب خالد الدراجي على تحالف العزم بدأ بهذه الجلسة يحدث هذه الجلسة بدأ بهذه الجلسة احنا الان على الهواء مباشرة طيب ايضا ينظر ان سيد جمال كوجر حدثنا ما الذي حصل قبل قليل بعض يتحدث انه تم ضرب سيد المشهداني بالعوتي هل فعلا هذا صحيح؟ لا اعتقد ذلك لانه لا يليق لا بعضو مجلس النواب ان يفعل ذلك ولا ب السيد المشهداني الذي هو اسم شخص في مجلس النواب ان يتم يعني اجراها كذا معه لا اعتقد ذلك قد تكون يعني الازدحام الذي حصل يعني اثر عليه لا اقل ولا اكثر لماذا حدث هذا الفوضى لماذا حدث طبعا الكتلة المعينة قدمت قائمة ب82 اسم باعتبارها الكتلة الاكبر 88 باعتبارها الكتلة باعتبارها الكتلة باعتبارها الكتلة يتحدث عن 88 يمكن يعني بعد ذلك زاد الرقم الى 88 المهم قدم قائمة بالاسماء والرئيس السن طلب اولا رأي المستشار القانوني حول الموضوع وثانيا التدقيق في هذه الاسماء هل هي مكررة ام لا هل هي فعلا ضمن هذا التحالف ام لا بتشكيل لجنة وعلى ضوها صار اللي حصل طيب شنو سيناريوهات المتوقعة في الوقت القادم الان سيد خالد الدراج هو الذي بدأ رأس الجلسة يعني اما ان نستمر بادارة الجلسة و يعني اعلان ان هو الجلسة تبقى مفتوحة لحين التوصل الى تفاهمات او الذهاب نحو خيار الانتخابات يوم ممكن شاهد انتخابات لرئيس البرلمان لو ان البعض خرج ممكن قد يكون خرج كل الخيارين مطروحا كل الخيارين طيب علي إذا تسأل سياسي هل يستطيع ان تكمل النصاب من الناحية الجلسة هل يمكن هناك طرف معارض يستطيع كسر النصاب الى حد ما من الناحية القانونية هل يمكن ان يقدم الاطار التنسيقي بانه الكتلى الاكبر في هذه الجلسة طلب السيد الرئيس السن رأي المستشار القانوني لأنه هناك خلاف حول هذا الموضوع هل الكتلة الأكبر هي الكتلة التي الفائزة في الانتخابات أم هي الكتلة التي تتشكل في أول جلسة تقدم نحتاج إلى رأي المستشار القانوني قد يكون هناك عودة للمحكمة الاتحادية هذا الموضوع ممكن أيضا يؤثر على المداد الدستورية لا أعتقد ذلك لأنه يستطيعون أن يعلنوا بأن الجلسة مستمرة وتبقى مفتوحة بالتالي سنبقى ضمن إطار الجلسة الأولى شكرا لك نعم معا لي مثل ما شاهدت هذه رواية السيد كمال كوجر عن ما حدث داخل القاعة الدستورية قبل قليل الآن الأعمال عادت إلى القاعة الدستورية بوجود عدد قليل من النواب المشهد لم يكتمل الكثير من النواب يبدو أنهم لم يدخلوا أيضا إلى الجلسة مغادرة الأنباء اللي وصلتنا مغادرة نواب الإطار التنسيقي لهذه الجلسة الآن تصل لنا ببعض المصادر أيضا نواب الكرد يعني نواب الكرد يبدو نواب ومن السنة أيضا يعني مع التيار الصدري هم غادروا أيضا فضلا عن قادة من الإطار أيضا غادروا الجلسة لكن كل شيء المتوقع ممكن أن يعودوا في أي لحظة في حال وجود توافق بين الكتل أيضا يعني ممكن أن يعودوا في أي لحظة في حال وجود أي توافق بين الكتل السياسية خلال الدقائق الدقائق القادمة وبين رؤساء الكتل الذين غادروا وتحدثنا مع أكثر من شخص يقولون أننا قريبين ممكن بوقت عشر دقائق أو أقل البرلمانيين أغلبهم ومبيوتهم داخل المنطقة الخضراء ممكن مسألة توقت عشر دقائق أو ساعة أنهم يعودون في حال حدوث أي توافق عدم وجود توافق ربما قد نشاهد سيناريوهات أكثر في الوقت القادم أكثر من سيناريو يتحدث عنه النواب هنا داخل البرلمان في حال عدم وجود توافق وصول قيادات أيضا نواب الإطار الكثير منهم غادروا الجلسة وصول قيادات من قادة الكتل السياسية إلى مستشفى بن سينة من أجل الطلاع على حادث دكتور محمود المشهداني رح أرجع لك في الساعة المقبلة والتغطية المقبلة علي عبد الكريم من داخل قبة إذا عندك معلومات سيد محمود المشهداني تفضل علي يعني البعض يتحدث أنه ممكن وصول السيد المالكي والفياض والخزعلي إلى مستشفى ابن سينة للإطمئنان على السيد محمود المشهداني أيضا سيد محمود المشهداني طباء من داخل مستشفى ابن سينة تحدثوا أنه يعني في حالة صحية جيدة لا يوجد شيء ممكن أن لا يوجد خطورة كبيرة الحالة الصحية هي مستقرة إلى غاية الآن شكرا جزيلا العالي راجع لك بأساعة المقبلة وهذه التغطية المستمرة مشاهدين الكرام لهذه الجلسة المهمة والمصرية الأولى لاختيار رئيس المجلس ونائبه بعد قليل نعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر